على الرغم من صرخات والدته وعلى الرغم من مناشدات إخوته وحكماء الزنتان وأعيانها لم تستجب الجهة التي غيبت الناشط المدني عزدي اللحيش لهذه المناشدات الممزوجة بالدموع هذه الجهة قيل لنا وليس ذلك بخفي إنها قوة الردع الخاصة التي تسلمت لحيش وهو كسير وجسده تملأه الجروح والردود إثر حادث سير جعله مجبرا على خوض المغامرة الأصعب والدخول لعش الدبابير واختراق الحالة الفوضوية لكن مسلحا أخرجه من المستشفى على مرأة ومسمع والده الذي وقف مكتوف الأيدي أمام سطوة السلاح ورعونة حامله شهران وأكثر على حادثة تغييب الوحيش الحادثة التي وصفتها منظمات حقوقية بأنها حادثة اختطاف واضحة كالشمس في رابعة النهار تؤكد للمرة الألف سيطرة تشكيلات مسلحة غير منضبطة على ترابلس واستمرارها إخفاء وإسكات الأصوات التي تعارضها أو تتطرق إلى عيوبها أو تتناول خرقاتها وجرائمها بحق الدولة والمواطنين والتاريخ منذ سبتمبر ونحن الآن على أعتاب ديسمبر ومصير الوحيش ما يزال مجهولا فلا أحد يعلم عن حالته الصحية شيئا هل هي في تحسن أم إلى تدهور هل ما يزال حيا أم تراه قد فارق الحياة أسئلة مشروعة طالما أن الجهة التي غيبت لحيش تصر على التجاهل وكتمان ما تحمله من معلومات تتطلبها المصداقية والشفافية وتطلبها دعوات والدته المتضرعة في الأسحار